إلى الأزمة المتواصلة في لبنان حيث أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عدم استسلامه لما وصفه بالواقع المعطل مؤكدا أن مبادرته لحل الأزمة الحكومية قائمة ولن يتراجع عنها يسعى بري إلى إنهاء أزمة تشكيل الحكومة وإصلاح العلاقات بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري يترقب اللبنانيون تدعيات قرار مصرف لبنان المركزية الذي قضى بإلزام المصارف اللبنانية تسديد مبلغ أربعمائة دولار أمريكي أو ما يوازيها بالعملة اللبنانية شهريا للحسابات التي كانت قائمة قبل السابع عشر من أكتوبر ألفين وتسعة عشر لم يتضح بعد مصير القرار الذي قالت جمعية المصارف إنها غير قادرة على تنفيذه وتوفير أي مبالغ بالعملات الأجنبية مهما تدنت قيمتها سارعت المصارف لاحتواء الأجواء السلبية بالإعلان عن استعدادها لبحث قرار المصرف المركزي بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة حسب تعبيرها تنظم إلينا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة إذن المصارف هنا يعني بين قيروحة بين قرار البنك المركزي وبين المتعاملين الذين يريدون أموالهم لكن كيف يمكن أن يكون الحل الحال يفترض أن ينشر بشكل مفصل في شرح مفصل لهذا التدبير الصادر عن المصرف المركزي والذي ينص على أن هذا التدبير يفترض أن يمول من خلال شقين الشق الأول يموله المصرف المركزي من خلال دفع نصف قيمة هذه المبالغ من احتياط الإلزامي لديه من العمولات الأجنبية وبالتالي هذا الاحتياط هو احتياط المصارف اللبنانية وبالتالي هي الودائع التي أودعها المواطنون في هذه المصارف وحصلت عليها هذه المصارف قبل أن تقرضها للمصرف المركزي أما فيما يتعلق بالتمويل من جانب المصارف التجارية فبحسب المصرف المركزي يفترض أن يمول هذا التدبير من خلال الاحتياط لديها الموجود في المصارف الخارجية في كل الحالتين هناك أزمة مالية كبيرة لكن ربما يسعى المصرف المركزي من خلال هذا التدبير إلى الإحاء بأن احتياط العمولات الأجنبية لديه قد نفذ وهو سيضطر إلى صرف مبلغ قليل من هذا الاحتياط بداية ليمتص النقبة الشعبية ومن ثم لإغلاق نحو مليون حساب مصرفي وبالتالي تتقزم الأزمة بين المواطنين والمصارف وتبقى الحسابات الكبرى هي تكون موضع الخلاف في حال أو في المرحلة التي يفترض أن تجري فيها عملية إعادة هيكلة المصارف التجارية لكن المؤكد بحسب كثيرين بأن هذه العملية يفترض أنها الباكورة التي سوف تتبعها تدبير وقرارات تتعنى بموضوع وقف الدعم للسلع الاستراتيجية كالوقود الفيول القمح وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية لأن المصرف المركزي استخدم كل الأموال الأجنبية بالاحتياطي لديه ولم يعد لديه ما يفعله بالتالي هذا الأمر يفترض أن يريح بعض الشيء المواطنين طالما أنه يقدم لهم نحو 800 دولار نصفها بالعملة الأجنبية والنصف الآخر بالعملة اللبنانية بسعر صرف 12 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد شكرا جزيلا لمرسلتنا من بيروت دارين الحلوة